هل دكتور الطفل في السنة ده الصغيرة ممكن يناقش في التدبر الآيات كتاب أنزلناه إليك مبارك يتدبره هل ممكن أن نعرفه معاني الكلمات أو مراد الله من الآيات طبعا لازم يبقى الطفل الصغير فتروته أصلا زكي فممكن يتدبر أي آية بمساء الله يعني ممكن أي حاجة يفهمها ويبدأ كده تزرع فيه القيم والأخلاق من صغر فالقرآن زي ما نحن قلناه كده نور فممكن نهدي بيه كل حاجة فمسلا لو عارف معنى النازعات يعني إيه معنى الويلة كلهما زيت نعني إيه طب نسألهم كده في صورة النبأ خلوك حفظيني النبأ صح؟ والنازعات النازعات يعني حد يعرف معناها؟ ادينا الكرفة الله خيال النازعات يعني الملائكة الذي تشدر روح الكافية؟ يعني ممكن أعرف الكلمة ومعناها وأعرف مراد ربنا منها ملائكة ولكن تقبض أرواح غير المسلمين عشان ما كانوش بيسمعوا كلام ربنا ما كانوش بيحب ربنا طب الناشطات عكسها بق يبقى الملائكة تقبض أرواح المؤمنين برفق وإلو اللي كلهما زيت اللومزة كلنا نحفظها لكن ما نعرفش معناه لو إحنا تعلمنا عذاب شديد لمن يخوت في الأعراض لمن يهمز ويلمز أكيد هفكر أكتر من مرة قبل ما يجيب في سيرة حد وهو ده النداء عشان نتربع على القرآن زي ما سئلت عن أخلاء النبي صلى الله عليه وسلم ما قالتش كان حافظ 30 جزء قالت كان خلقه القرآن أو كان قرآنا يمشي على الأرض إذن تحويل المعلومات إن صح التعبير إلى معمولات طيب